اشتركوا في القناة وثلاثة وعشرين بعد يومين ذكرى ثورة الملك والشعب هذه الذكرى هي عزيزة علينا نحن الجزائريين لأنها ثوار نتاعنا في الثورة التحريرية تضامناً مع المغرب قاموا بهجومات الشمال القسنطيني في نفس الأخوة اختاروا يوم ذكرى نفي السلطان محمد الخامس طيب الله وطره أنا اليوم كجزائري نحتافل معكم بدكرى ثورة الملك والشعب لكن هناك الكثير في الجزائر القابعين تحت السطوة وظلم النظام الحاكم في بلادي حرموا من أن يشاركوا المغاربة لاحتفال لأنه المفروض والطبيعي هو أن ذكرى عشرين غشت هي ذكرى مشتركة بين الشعبين الجزائري والمغربي والمفروض أننا من شيء بعد ستين سنة تكون العلاقات مقطوعة والحدود مغلوقة البرية والمجال الجوي مقطوع هذا تنكر وكما قال أستاذ أنور مالك هذه خيانة خيانة لنا احنا جزائرين خيانة للطورة التحريرية لأن في البيان بيان أول نوفمبر تكلم عن استقلال الجزائر في إطار وحدة شمال الفريقيا وما يقوم به النظام حاليا هو خيانة لذلك البيان وخيانة الروح ثورة أول نوفمبر التي آمن بها الجزائريون وآمن بها المغاربة لأننا لم نكن لنا لاستقلاننا في 1962 لولا دعم المغرب بالدرجة الأولى دعمونا الكثير لكن دعم المغرب للثورة التحريرية كانت له ميزة خاصة بل أكثر من ذلك المغرب ضحى بالكثير من أجل استقلال الجزائر ضحى بالكثير من أجل استقلال الجزائر وهذه التضحية اللي ضحاها المغرب بيش تستقل الجزائر هي اللي مخلية هذا النظام اليوم يعني يسر على التنكر للماضي ويسر على كل ما قدمه المغرب للجزائر ويخلي هذا العداء يحاول أنه ما هو ش حاول هو انجح مؤخرا للأسف لأننا لما نتكلموا على موضوع العلاقات بين المغرب والجزائر لازم نعترفه بالأمر ما هوش ما هوش سهل يعني هذا ما هوش أمر طبيعي وهذه مآسات كما أقول لكم قلت بأن هذا النظام انجح بشي ينقل الصراع انتاعوا مع المغرب يخرجوا من إطاره السياسي وينقلوا لما هو شعبي لما هو رياضي لما هو تقافي والغاية انتاعوا لأنه فشلع لمستوى السياسي انهزم في ملف الصحراء لم يحقق مكاسب ديبلوماسية فيما يخص ملف الصراع المفتعل من طرفه منذ خمسين سنة انجح في أنه ينقل هذا الصراع إلى ميادين أخرى وبهذا المناسبة ونظرا لأن الموعد انتاعنا اليوم متعلق بالعلاقات الجزائرية المغربية علينا أن ننتبه بأن علينا جميعا أولا أن يتم إرجاع هذا الصراع إلى إطاره السياسي لأنه إذا خلينا الأمور تنفلت من أيدينا سيتم إذكاء الحقد وهذا ما نره وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا ما نعمل عليه يوميا من أجل كسر هذه السياسة التي ولت في الجزائر سياسة دولة يعني تسخر لها الإمكانيات من أجل إنجاح مشروع تهديم الأواسر والمحبة بين المغاربة والجزائريين والجزائريين وهذا الأمر هذا إذا ما يتمشي الوقوف في وجهه سنشهد ما هو يعني فضيع في المستقبل العلاقات التي وصفها جلالة الملك في الخطاب من تاعه ولأننا نعتبر خطاباته بالنسبة إليه شخصيا دروس في السياسة عندما اقتنى أو اختار كلمة علاقات مستقرة وهذا أسلوب بلاغي راقي الغاية من أجله تخفيف من الألم على الشعبين إعطاء وحد الشحنة إيجابية للشعبين الجزائري والمغربي قال علاقات مستقرة نتطلع لأن تكون أفضل هي علاقات مستقرة لأن الحمد لله لحد الساعة لم يقع صدام عسكري أو حرب بالمعنى الكلاسيكي هناك حرب المستوى الإعلامي لكن توجد لم تقع لحد الآن الحمد لله حرب بمعناها الحقيقي وهذا اللي نتخوف منه لأن بكل صراحة نحن ضحايا تنفيذ لهذا النظام الحاكم في الجزائر لإملاءات لسياسوية ولأجندات تخدم بعض القوى التي لا ترأي مصلحة شعوبنا بقدر ما ترأي مصلحتها قلت بأن جلالة الملك قال علاقات مستقرة الأمر متعلق بعد موجود حرب لكن أمر آخر قاله أستاذي أنوار مالك الأمر متعلق بحالة الجزائر في ذل هذا النظام صدقوني رغم كل ما حبى الله بلادي ورغم كل الإمكانيات ما هو فقط الطبيعية يعني الطبيعية والبشرية نحن نعيش حالة إنعاش مثل ما قال أستاذ أنوار مالك البلاد راه في حالة إنعاش وجلالة الملك من خلال تلك الكلمة يعني حالة إنعاش ما زال ما ماتش راه في حالة مستقرة هؤلاء الذين يقودون الحكم في الجزائر لم يتعلموا الدرس ولم يفهموا بعد أن ما يقومون به هو بالدرجة الأولى لا يخدم مصلحة الجزائر لأنني علاقتي مع المغرب وصلت لنقطة لا عودة هناك ضربة مصلحة البلاد لأن المغرب لن يرحل من مكانها والجزائر لن ترحل من مكانها وبالتالي ما صيرنا مشترك ومحتوم علينا باش تكون العلاقات بين الجزائر والمغرب علاقات طبيعية بسيف عليك هذا هو هذا هو اللازم اللي لازم يكون واليوم هذا اللقاء اللي نتشرف بحضوره ونأتبرها يعني شجاعة كبيرة من طرف حزب جبهة القوى الديمقراطية بل وأن هذا الحزب وأمينه العام سيمصطفى بن ألي يكتبون التاريخ بمبداد من دهب يجمعون ويدعون جزائريين إلى لقاء في ذل وحد العلاقات وصلت لدرجة أن الإعلام الرسمي في الجزائر لا يتكلم عن الإنجازات الرياضية للمغرب هذا هذا أمر يعني مستوى وصله للنظام الحاكم في الجزائر يعني مراضي وبالتالي أنا نعتبر ما قام حزب ما قام به من مبادرة هو يعني شيء تاريخي نحن نتمنى أن اللقاءات هذه تكون لقاءات مؤسستية ما بين أحزاب جزائرية وأحزاب مغربية ما يتوقفش الأمر عند نخب جزائرية ولا إعلامين لأن المعضلة هذه تحتاج إلى لقاءات بين السياسيين الجزائرين والمغاربة نحن بحاجة إلى حوار بين الجزائرين والمغاربة لأن كترنا من الكلام عن ما قام به هذا النظام في حقنا ما قام به هذا النظام في حق الشعب الجزائري وفي حق الشعب المغربي وفي حق المنطقة منطقة شمال الفريقية مشلولة بسبب هذا النظام مؤخرا صديقي وزير سابق تونسي كنا نتكلم قبل سنوات كنت نحاول أنني نقنعها بمسؤولية النظام الحاكم في الجزائر بما يخص مأسات منطقة شمال الفريقية وكانت له مؤخدات مؤخرا زارني وقال لي تغيير النظام في الجزائر حتمية مغاربية لأنه شغل أنروشي نرى منطقة غنية لا من ناحية الثروات ولا من ناحية الإمكانيات البشرية ونعيش هذه المآسات عيب كافحنا المستعمر يد في اليد قسمنا السلاح كما قالت أطال الله في عمرها وناس كنوا على الحدود وأعرف عمق الكلمات اللي قالتها ونخليه هذا النظام يدير فينا واش يدير عيب علينا عيب علينا المقاوم مكتوفي الأيدي ودور النخب دور حاسم لأن تعطير النخب وحوارات النخب الجزائرية والمغربية من شأنها أن تؤثر على الرأي العام ومن شأنها أن تؤثر خصوصا على هذا النظام الذي طبعا ودايما كنت نقولها في مدخلاته في النظام هذا وصل به الأمر أنه يستعمل ملف صراعه مع المغرب كملف ابتزاز وصدقوني لا نزيد عليه يستعمل هذا الملف كملف ابتزاز مع بعض القوى الإقليمية والدولية يستعمله في الدرج كي يتزير يجب ده يبيع به ويشري نحن الجزائريين والمغرب ما خلصنا نبقى وسيكتين ومسؤوليتنا جميعا من أجل التغيير ليختم صالح منطقتنا ولن يكتب لنا السلام والاستقرار في المنطقة دون إسقاط هذا النظام نحن ندعو إلى إسقاط هذا النظام ما هوش إسقاط الدولة الجزائرية لأنها مختطفة من طرف كم شا من العسكر كم شا من ناس حقودين يعني لما تكلموا على هذا قائد الأركان للأسف يعني ورد عقد شخصية حولها العقيدة الدولة ويعتبروا أن الجزائري الوطني خاصوا يكره المغرب ويعادي المغرب والجزائري اللي كان قبل خمسين أو ستين سنة كان مع المغربي يكافحوا في الاستعمار كان مع المغربي يتقسموا السلاح والمال أنا تكلمت مرة قلت لهم أنتم رحتوا اختطفتوا ساكنة مدر الصحراء المغربية وحتضرتوهم في المخيمات واحتجستوهم لمدة خمسين سنة وتقولوا لهم بغي نديرو لكم دولة نهار بدأت الطورة في بلادنا ما نديروش مخيمات للجزائريين في الجهة الشرقية نتع المغرب فتحت بيوت المغاربة للجزائريين واقتسموا معهم الغرف والفراش والمأكل والملبس وكل هذا ورغم كل هذا يجون اليوم أشباه الإعلاميين وأشباه السياسيين في بلادي يوصف المغرب بالعدو المغرب الذي يمد يده ما هوش في الخمس سنوات الماضية يعني خطاب الملكي من أنا نتذكر نوفمبر 2018 في ذكرى المسيرة القدراء قبل الحراك بثلاث أشهر عندما وصفت بأن تلك اليد الممدودة كانت لتكون تخفيف الانفجار لوقع من بعد في فبراير 2019 وظنيت أن النظام سيكون دكي ومن ينشف الشعب يمكن يفتح الحدود ويجعل الناس لكنه أثبت أنه ليس بنظام دكي هو نظام عنده أبار البترول والغاز وكما قال لأحد المجاهدين رحمهم الله ورثه جملاين و300 ألف كيلومتر مربع وبيار تحس البترول والغاز خرج عقله هذا هو نظام العسكر هذا هو نظام العسكر الذي افتقد مؤخرا إلى الفكر السياسي وإلى استراتيجية تخدم مصلحة الوطن المبادرات واليد الممدودة أنتع جلالة الملك هذه ورثها على أسلافه إحنا اليد الممدودة أنتع الملوك الدولة العلوية شفناها من القرن التاسع عشر منذ أن وطأت فرنسا أقدامها في الجزائر من السلطان مولي عبد الرحمن لما سارع إلى نجلة أهل تيلمساني ووعرام ثم ما وقع في الطورة التحريرية وما وقع يعني يعني بكل صراحة هذه اليد الممدودة ما هوش غريب من طرف جلالة الملك لأنه ورث على جدوده هذه السياسة هذه وصايا كيفاش خاصك تتعامل مرة الأستاذ صديق معنينو حكا لنا في المنادرة كيفاش كان يوصي المولى مولي عبد الرحمن والسلطان الحسن الأول كيفاش كان يوصي بالجزائريين اللي كانوا يهاجروا ومنهم وحدين من قبيلتي يعني هاجروا إلى منطقة مولي عقوب فعهد السلطان المولي حسن الأول متواجئين لحد الآن يعني كل ما قام به المغرب توجه الجزائر وفي الأخير يتعامل هذا النظام بهذه الخساسة والدناء هو عنده المبررات نتاعه لأنه نظام أولا غير شرعي فقط الشرعية الثورية ما قدرش يجيب الشرعية الشعبية لأن الصراع هذا اللي ديرها مع المغرب ما رده أزمة داخلية عميقة في الجزائر الأزمة الآن ما بقاش أزمة سياسية ولت أزمة الهوية ولت أزمة التاريخ التقافة يعني ما كانوا يقولونه قبل سنوات لم يعد يقولونه اليوم يتكلموا في أمور لهدف انتحهم فقط استمرارية العداء والصراع مع المغرب والنقل العداء والصراع إلى الوسط الشعبي لكنهم فشلوا لحد ساعة لا فشلوا لحد ساعة رغم أن يعني نقلوا لكن هذه الفئة ما تمترش الشعب الجزائري ذلك شعبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس الشعب الجزائري ومن هذا المنبر نأكد لكم أن الشعب الجزائري والجزائر العميقة ليست هي التي يتم تصويرها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي الشعب الجزائري يعيش ترهيب والقمع والتخويف لدرجة أنه لدرجة أنه يطلبون من عائلات الجزائريين المتواجدين بالخارج على عدم الاتصال بكل صوت ينتقد النظام هذا النظام وصل لواحد درجة في الخبط وواحد درجة في الدناء الواحد لازم لازم ما يبقاش مكتوف الأيدي ولازم يفكر كيفاش يواجه أنا عندي قناعة بأن التغيير يمر بالعمل السياسي التغيير يمر عبر هذه اللقاءات التغيير يمر عبر الدعف والحوار بين الجزائريين خصوصاً النخب لأن النخب ستتحمل المسؤولية نتاحة من أجل المستقبل أفضل للمنطقة أنتعنا ما صيرنا مشترك ما صيرنا مشترك والاستقرار في الجزائر مهم جداً وإيجابي للمغرب والاستقرار في المغرب مهم جداً وإيجابي للجزائر وما نعيشوه في المنطقة أنتعنا شمال الفريقية هي تبعات عدم وجود مؤسسة مغاربية مؤسسة الاتحاد المغاربين قوي تونس تعاني اقتصادياً ليبيا مأسات لو كانت عندنا قمة مراكش في براير 1989 ما كنا لنعيش هذا الوضع اليوم لكن للأسف الأنانية للأسف الأنانية أنتع طغمة حاكمة ظنت على أنها أقوى من الجامع وتارى في الجيران تارى في جيران الجزائر على أنهم يعني صغار وهذه نظرية التعالي النفخة اللي ورتوها المستعمر المستعمر المسؤول الخالة الجيوستراتيجي اللي تعيش منطقة شمال شمال إفريقيا مرة ما قديش نطول عليكم مرة أخرى نجدد شكري للسيد الأمير العام والحزب جبهة القوى الديمقراطية ولكم ممثلي الأحزاب والنقابات ورجال الإعلام في المغرب على هذا اللقاء الهام وهذا اللقاء التاريخي ونتمنى إن شاء الله أن هذه المبادرات ما تتوقفش لأن هذه المبادرات هي التي تزعج نظام العسكر وهو تروح تواجهها في النقاشات الهاميشية واجهه بالنقاشات السياسية واجهه باللقاءات تع النخب لنتلاقوا النخب الجزائرية والمغربية هذا هو الإزعاج الأكبر لهذا النظام الذي لا يؤمن ولم يؤمن يوما بالوحدة المغاربية شكرا لكم شكرا سيدي الأمير العام شكرا لكم